طظم المجلس الوطني لمكافحة السيداء جلسة تفاكرية حول خطورة المرض وطرق الوقاية منه المناسبة جرت بدار المرأة الشديدة بحضور عمداء دوائر العاصمة بجانب ممثل الجمعية المجتمع المدني سعيد أحمد حسن منذ الأول من ديسمبر الجاري وحتى الآن تتواصل أنشطة اليوم العالمي للسيداء وهذه المرة في جلسة استشارية مع خبراء وأساتزة تلقوا تدريبات كافية عن بيروز فقدان المناع المكتسب سيداء وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه وقد استهدفت هذه الجلسة ممثلي الجمعيات المدنية ومنظمات مختلفة وذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من هذه الخبرة وقد شهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين فيها وذلك عبر استفسارات عن هذا الداء الذي أصبح الشغل الشاغل لكثير من المنظمات الصحية على رأسها منظمة الصحة العالمية أوميس وأهم الأسئلة المطروحة كانت عن حقيقة هذا المرض وأسباب غض النظر عن وجود دواء حقيقي يستأصله كليا وكانت الإجابة عليه بأن أغلبية الأقوال التي تؤكد وجود العلاج مجرد أساطير الأولين حيث توجد بعض الوصفات الطبية الشعبية لشل حركة الفيروس ومنع تمكنه من التغلب على الضحية بسرعة وفي نفس الوقت هذا لا يعني استحالة وجود علاج متكامل فالعلم في تطور وتقدم مستمر كما أوصل خبراء الحاضرين على ضرورة الاستشارة الطبية وإجراء الفحوصات من حين لآخر لتأكد من السلامة من هذا الداء الإدس أو السيدة ظهر في بداية الثمانينيات وهو فيروس يصيب الجهاز الرئيسي للمناعة بجسم الإنسان وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بالشخص المصاب أو استعمال أدوات حادة غير معقمة ويحصد هذا المرض الألاف من الأرواح كل عام سلما الله وإياكم كما أعقد اليوم أعضاء تحالف الفنانين والحرفيين في الشات مؤتمر صحفي تمهيدا للانطلاق الرسمي لمعارض الفنون التطبيقية في نسخته السادسة الذي سينعقد هنا في العاصمة انجمنا في الهاد عشر من دسمبر الحالي تقرير حسن جد عمر إن الصناعات اليدوية بمختلف أشكالها تعد مرعاة تأكس جانب من جوانب الهوية الوطنية لأي بلد كان وأن الوصول إلى حرف وصناعات يدوية جيدة ومتطورة تسحم بشكل أو بآخر في النحوض بهذا القطع والاستفادة منها سياحيا في البلاد أمر يتطلب من المهتمين بهذا المجال دعم محترفي الصناعات التقليدية والفنون التشكيلية وهذا ما يفتقده الحرفيين في شات على حسب ما جاء في هذا المعتمر الصحفي المنظم من قبل تحالف الفنانين والحرفيين في شات مؤتمر صحفي جاء تمهيدا للانتلاق الرسمية لمعرض الفنون التطبيقية وريادة العمال في نسقته السديسة وخلال ساعة ونصف من عمره تطرق المؤتمرون إلى الصعوبات التي واجهوها خلال النسق المصرمة من المعرض مشيرين إلى أن الوزارة المعنية بهذا المجال لا توليهم احتماما كبيرا كي يساهموا في نحظة هذا القطع الذي يعتمد الحرفيون فيه على مهاراتهم الفردية والزهنية واليدوية في أي بلد الارتزان هذا من أهم الأشياء أننا هنا في شات بس أهميا الأرتزان هذا ما بنعرفه فلذلك أنحنا كتجمع للفنانين والحرفيين التشاديين لمينا وبعدلنا أفكارنا مع المركز الصغار في الفرنسي قبل جينا الأهداف ذا جبنا لجنة نصور صالون ديزار أبليكي الصالون ديزار الأبليكي ذا سوينا لجنة لأننا كارتزان نستفيد منه ومن الملاحظة أن عنصر النساء هو الأكثر تواجدا في مجال الحرف اليدوية لذا يجب تشجيعهن ومساندتهن بأي وسيلة كانت كما يتطلب أيضا تنمية مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الحرف والعمل على تطوير الورش والأسواق الحرفية كما تتطلبه الأهمية السياحية قام مناسق الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة عمر عبدالله لبين قام بزيارة ميدانية لملعبي الكرة الطائرة وإدريس محمد أويا بهدف تفاقد أحوالهما عباس أبا كربوس زيارة ميدانية لمسؤولي الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة إلى ملعبي إدريس محمد أويا وملعبي كرة الطائرة بالإضافة ملعبي كرة اليد تهدف الزيارة إلى تفاقد أحوال الملعب وفقا للقرارات التي اتخذها المسؤولون بأمر الرياضة المتمثل حول كيفية تنظيم الرياضيين إلى جانب اللافتات الدعائية بعد تفاقد مختلف أقسام وإدارة الملعب من قبل الوفدة أبانى منسق الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة لحظنا أشياء كثيرة وقلمونا بأشياء كثيرة قاعد يكون في الأستاذ هنا دريس محمد أويا بالخص وناس كبار وناس شباب بجووا يعني يعملوا الرياضة لكن في الأخيرة في ناس هنا الحركة هنا الميزيك وكسروا هاجات في ناس بجووا هنا ما بطفو الأستاذ دلل كل الناس ما نمنو نادم يعمل الرياضة هنا لكن بقوانين من ناحية أخرى دعا المنسق عمر أبد الله لبين إلى ضرورة احترام الإجراءات التي اتخذتها المنسقية وهذا يدخل في أطار تحسين الرياضة ووضعها في البوتقة المرموقة قامت الجمعية من أجل تطوير الساحات الخضراء بغرس عدد من الأشجار في بعض شوارع الدائرة الرابعة بهدف تجميل المدينة وحمايتها من التغيرات المناخية رئيس الجمعية أحمد سليمان بن مالك أوضح بأن جمعيته دأبت في غرس الأشجار في ساحات العامة ويدخل ذلك في إطار أهداف الجمعية مناشدا الجمعيات الأخرى حزو هذا الطريق من أجل الحفاظ على البيئة مثل الإمام إبراهيم بنية مثل إمام المسجد الكبير للملك فيصل في حفر تسجين مسجد التقوى بحي قوجي شرفة الذي تم بنائه من قبل فعل الخير الحاج محمد إدريس أدم أحمد ياسين أبطرح قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كما قال المولى عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صالة هكذا فإن الشارع الحكيم أمر ببناء المساجد وتعميرها بالصلاة والذكر والتعليم الشرعي ولهذا فإن المحسنين بنى بناء الأمة الإسلامية وخاصة في هذا البلد الطيب يهتمون ببناء المساجد إرضاء لوجه الله تعالى ونيل الثواب العظيم يوم القيامة وأن بناء هذا المسجد من قبل فاعل الخير محمد إدريس آدم والذي لم يرجو به إلا الجزاء الحسن من الباري عز وجل حيث أمل مصلين الإمام الشيخ إبراهيم بنية والذي سرد في خطبته المطولة أهمية بناء المساجد في الإسلام وعقب صلاة الجمعة فقد تتالت الكلمات من المشائخ والدعاة وأهل الحارة حيث تناولوا فيها أهمية فعل الخير وخاصة بناء المساجد والصدقات الجارية وفي نفس الوقت حاثين جميع التجار وميسوري الحالة بفعل الخيرات والمبادرة إلى الطاعات ونشير إلى أن المسجد يسع لأكثر من 200 مصلي وبه ملحقات أخرى كالخلوة القرآنية التي ستبنى في الطابق العلوي هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى اللقاء